من إقليم لغون الشرقي إلى إقليم ودي فيرة حيث عقد في الأنم الماضية حاكم إقليم ودي فيرة محمد ديليو تنجل اجتماعا ضمن رؤساء الأقسام الإدارية المعنية بجمع إرادات الدولة المالية بمدينة بلتين تقرير الزميل أحمد ياسين عبد الرحمن جاء اللقاء ببادرة من حاكم إقليم ودي فيرة محمد ديليو تنجل لأجل مضعفة الجهود في مجال الدخل العام لإرادات الدولة بالإقليم في كلمته بهذا الصدد حاكم إقليم ودي فيرة محمد ديليو تنجل شكر جميع العمال في الأقسام الإدارية والمالية التي تؤدي عملها بالصورة المطلوبة وفي الوقت نفسه طلب من القائمين بذخل إرادات الدولة أن يوقفوا كل أشكال الفوضى الإدارية كما أوضح من ناحية أخرى أن البلاد تواجه صعوبات اقتصادية ومالية لم تشهدها من قبل وذلك جراء الأزمة المالية التي يواجهها العالم بشكل عام والبلاد على وجه الخصوصة مضيفا حاكم الإقليم بأن إقليم ودي فيرة بذاته يستطيع دفع رواتب عمال الدولة التابعين له إذا الإرادات تدخل بصورة منتظمة ومتكاملة على حد قوله